احداث 24 ساعة من التليفزيون المصري اهلا بحضرتكم اهلا بك سارة اهلا بك زميلي العزيز نبدأ من العنوين رئيس اسيسي خالص تمنيات بالتعافي والشفاء العاقل لرئيس امانويل ماكرون الذي يقود بلاده بقوة في مواجهة ازمة جائحة كورونا اوروبا اول منطقة في العالم تسجل اكثر من نصف مليون وفاة بكوفيد 19 وتحدد السابع والعشرين من ديسمبر موعدا لبدء تطعيم مواطنها ضد الفيروس مدبولي يوجه بوضع خطة الاكتفاء الذاتي من البحثين الاستراتيجية ويتابع مشروعات الري الحديث وتبطين الترع الى التفاصيل اهلا بحضراتكم اعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تمنياته بالتعافي والشفاء العاقل رئيس الفرنسي امانويل ماكرون الذي يقود بلاده بقوة في مواجهة ازمة جائحة كورونا واكد رئيس السيسي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء كانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت اصابة رئيس امانويل ماكرون بفيروس كورونا حيث من المقرر ان يخضع للعزل لمدة سبعة ايام مع مواصلة العمل والقيام بمهامه عن بعد واوضح قصر الاليزي ان ماكرون الغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان وعقب الاعلان عن الاصابة عقد ماكرون اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس تحدث فيه عن سياسة بلاده المتعلقة بتقديم المساعدات الانسانية الخارجية فيما يلي اخر تطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم في ضوء احدث الارقام وتدبير الجديدة والاحداث البارزة في سياق التقرير التالي بثبوت اصابة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد اضطر الى عزل نفسه لمدة سبعة ايام على غرار شخصيات اوروبية اخرى مثل رئيس الوزراء الاسباني ورئيس المجلس الاوروبي خلطها خلال الاسبوع الحالي مما ادى الى تغيير جذري في الاجندة السياسية والديبلوماسية من ناحية اخرى وبعد اسبوع على التوصية بترخيص اول لقاح ضد كوفيد-19 تكتمع لجنة خبراء امريكيين مجددا لتقييم اللقاح الذي اعدته شركة موديرنا الامريكية مع ترقب وصول اولى الجرعات اعتبارا من الاسبوع المقبل وقد يتوفر للولايات المتحدة التي تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات لقاحان اعتبارا من الاسبوع المقبل وستتمكن بالتالي من تسريع حملة التلقيح الكبرى التي بدأت لاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه قال انه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ما ان يصبح ذلك ممكن لفائته العمرية مشيدا بالقاح سبوتنك في الروسي الذي اعتبر انه جيد وامن اوروبيا سجلت المانيا عدد اصابات قياسيا بكوفيد 19 خلال الساعات الاربع والعشرين منقضية تجاوز 30 الف حالة اصابة لاول مرة منذ ظهور الفيروس فيما اعلن وزير الصحة البريطاني ان تماني مناطق في شرقي وجنوب شرق انجلترا ستخضع لاشد القيود المحلية صرامة ابتداء من السبت يعيش في هذه المناطق اكثر من ثلثي سكان بريطانيا الخضاع لتدابير العزل منذ نوفمبر بينما اكد المستشار النمسوي سباستيان كورتس ان الحكومة تبحث قرار الاغلاق العام الثالث في البلاد بعد ارتفاع حالات الوفيات بفيروس كورونا الى خمسة الاف حالة عربيا بدأت المملكة العربية السعودية المرحلة الاولى من حملة التطييم للوقاح فيروس كورونا التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الخمسة وستين عاما والعاملين في المهن الاكثر عرضة للعدوى معتبرة ان انطلاق العملية بداية لانفراج في ازمة وباء كورونا وطلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيع الجرع الاولى من لوقاح كورونا ضمن الدفع الاولى كانت السعودية اجازة استخدام لقاح فايزر بيونتك لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الدوء الاخضر لهذا اللقاح قالت منظمة الصحة العالمية ان الصين ستستقبل فريقا دوليا من المحققين بشأن فيروس كورونا في الاسبوع الاول من الناير القادم واشرت المنظمة الى ان بيكين رحبت باستقبال فريق التحقيق وانه يتم مناقشة المواقع التي سيزورها من جانبها قالت الصين انها مستعدة لتعزيز تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لدفع الجهود الدولية لتعقب الفيروس والمساهمة في الانتصار على الوباء كانت الولايات المتحدة قد دعت الى تحقيق يتسم بالشفافية تقوده منظمة الصحة واتهمت الصين باخفاء حجم التفشي وجهت وزيرة الصحة دكتورة هالة زيد رسالة شكر مع رئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري لدولة الامارات العربية المتحدة على توريد الدفع الاولى من لقاح فيروس كورونا من انتاج شركة سينوفارم الصينية وخلال لقائها مع ناظرها الاماراتي اثناء زيارتها الحالية للامارات استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في ادارة ازمة فيروس كورونا المستجد حيث استعرضت الوزيرة الخطوات الاستباقية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس ونقش الجانبات نتائج الابحاث الاكلينيكية التي اجريت على لقاحات فيروس كورونا واستعدادات توفير الكمبيات المطلوبة من اللقاحات كما بحثت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالا زايد خلال زيارتها لدولة الامارات خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا المستجد الى مصر من انتاج شركة سينوفارم وذلك مع المسؤولين بشركة فورتي تو الاماراتية للرعاية الصحية وذلك بما يفي احتياجات الفئات الاكثر عرضة للاصابة كأولوية بالغة الاهمية كما تطرق الاجتماع الى بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع اللقاحات وفقا لتطلعات الشركة لان تصبح مصر مركزا لانتاج اللقاحات بشكل عام ولقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في افريقيا والشرق الاوسط فضلا عن بحث امكانية نقل التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي بمجال انتاج الادوية الى الشركات المصنعة بمصر كما قامت دكتورة هالزايد بزيارة ميدانية بمركز جينوم بدبي ومركز الابحاث الاكلينيكية للقاحات فيروس كورونا المستجد وكذلك مراكز تطعيمات المواطنين باللقاحات بعد اعلان الامارات الموافقة على بدء التطعيم اهلا بحضراتكم من جديد عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع وكذلك الزراعات التعاقدية وخلال الاجتماع اكد مدبولي ان هناك توجيها من رئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تغيير وكه مصر وكه مصر في مجال الزراعة وذلك من خلال مشروعات عدة سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي ستبدأ فيه الحكومة لاستكمال تبطين العشرين الف كيلو متر ترع او من خلال التوسع في مشروع تحول للري الحديث واضافة اربعة ملايين فدان اخرى بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها كما طلاب مدبولي وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتأمينها لا سيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها بما يسهم في تقليل الاستيراد من جانبه اشار وزير الري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما بينما اشار وزير الزراعة إلى انه بحلول الثلاثين من يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطبيق نظام الرأي الحديث لمليون فدان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اكتماعا مع اللواء مهندس احمد زكي عبدين رئيس مجلس ادارة شركات العاصمة الادارية للتنمية العمرانية وذلك للتأكد من اتمام اجراءات ادارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الادارية خاصة ان العمل يتم حاليا بهدف الانتهاء من اعمال البنية الاساسية والمرافق ضمن المرحلة الاولى تمهيدا لانتقال الحكومة العام المقبل والتي سيتبعها شغل عدد من الاحياء السكنية وكدى اللواء عبدين ان العاصمة الادارية كمدينة ذكية تعتمد على مجموعة انظمة من بينها اضاءات ذكية ومراقبة امنية تعمل معا لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين لتسهيل المعيشة وتحقيق جودة الحياة كما تم استعراض مخطط ادارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتأكيد على ان المنظومة الذكية تهدف الى ارضاء العملاء استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدولي ملفات عمل وزارة الطيران المدنية على مدار عام 2020 واشار وزير الطيران المدني الى برنامج التعاون مع عدد من الدول الجوار كما تم استعراض مخطط طرح الاراضي الاستثمارية التابعة للوزارة وكذلك موقف تطوير مطار سفينكس وتمت الاشارة الى انه تم استلام مطارات برنيس والعاصمة الادارية والبردويل وجاري تطوير مطارات برج العرب وسانت كاترين وحول تعامل الوزارة مع ازمة كورونا اشار الوزير الى انه تم تشكيل غرفة عمليات لادارة الازمة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف اولا باول بالمطارات المصرية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا من خلال تطبيق اعلى المعايير المطبقة عالميا ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة اكتمام بحضور الدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية وخلال الاجتماع اكد مدبولي اهمية المشروعات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا سواء في ملف التحول الرقمي او تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال الى العاصمة الادارية الجديدة كما اشار الى اهمية مشروع رقمنات المستشفيات الجامعية بجانب ملف تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري بوجه عام واوضح وزير الاتصالات انه تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا للبريد بنهاية العام الجاري وان اجبالية عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب يتم تقديم خدمة الشهر العقري في 95 مكتبا منها كما اشر الوزير الى ان مشروع رقمنات المستشفيات الجامعية يشمل 11 جامعة باجمالي 73 مستشفى كمرحلة اولى واجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بسرعة التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة تضامن الاجتماعي لتأثيث الوحدات التي جرى الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الامنة تمهيدا لتسكينها جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع محافظ القاهرة الواء خالد عبدالعال عبر الفيديو كونفرنس في اطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة وعلى رأسها تنفيذ المشروعات السكنية البديلة للعشوائيات ومدى جاهزية هذه الوحدات بعد تأثيثها الى جانب الموقف الخاص بازالة المناطق غير الامنة وكذا مشروع تطوير القاهرة الاسلامية واشار مدبولي الى ان اي منطقة سيتم تطويرها في محيط القاهرة الاسلامية سيتم وضع البداء الامام المواطنين مثل ما يحدث دائما اما التعويض المادي او الحصول على قيمة ايجارية لحين انتهاء اعمال التطوير ثم العودة مرة اخرى نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن بيانا معلوماتيا صلت الضوء على حصاد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2020 وكشف التقرير عن زيادة موازنة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2021 بنسبة 160% حيث وصلت الى 65 مليار جنيه مقارنة بـ 25 مليار جنيه عام 2014-2015 كما تم انشاء اثنتين عشرة كلية ومعهد بالجامعات الحكومية بالاضافة الى البدء في انشاء ست جامعات تكنولوجية جديدة ليصل الاجمالي الى تسع جامعات فضلا عن البدء في انشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الادارية الجديدة كذلك انشاء ثلاث جامعات اهلية دولية تضم 48 كلية بينما تم البدء في انشاء خمس عشرة جامعة اهلية اخرى وفيما يتعلق بالتصنيف الدولي للجامعات خلال عام 2020 اوضح التقرير تقدم مصر في التصنيف العالمي لجودة التعليم 9 مراكز متواصلون معكم في احداث 24 ساعة وفيها بعد الفاصل مصر تعز السودان في ضحايا الاعتداء على القوات المسلحة السودانية بمنطقة متاخمة لحدود اثيوبيا اعربت مصر عن خالص تعزيها للسودان في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية الثلاثاء الماضي حول منطقة جبل ابو تيورا المتاخمة للحدود الاثيوبية والذي اصفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلف عددا اخر من المصابين في صفوف القوات السودانية اضافة الى خسائر في المعدات واكرت مصر تضامنها مع السودان الشقيق وحقه في حماية امنه وممارسة سيادته على اراضيه وشجبها لهذه الاعتداءات غير مبررة واكرت مصر انها تتابع بقلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الاوضاع الامنية بالمنطقة مشيرة الى ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع تلك الاحداث منستقبلا بحق السودان الشقيق اعلنت الامم المتحدة بدء وصول قوافلها للمساعدات الانسانية الى اقليم تيجري شمال اثيوبيا والتي كان ممنوعا الدخول اليها منذ ان اطلق رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد عملياته العسكرية ضد حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وقد قال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوغاريك ان البرنامج الاغذية العالمية نجح في ادخال ثماني عشرة شاحنة محملة بخمسمائة وسبعين طن من المواد الغذائية كانت اللجنة الدولية للصليب الاحمد قد قامت بارسال قافلة السبت الماضي الى ميكيلي عاصمة تيجري بالتنسيق مع السلطات الاثيوبية ولا ان جولة اخبارية في بعض العواصم العالمية في سياق التقرير التالي اكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي لبريكزيت ميشيل بارني على حدوث تقدم جيد في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة واشار الى انه في هذه الجولة الاخيرة من المحادثات اصبحت الشفافية والوحدة اكثر اهمية من اي وقت مضى وحذر من انه لن يتم توقيع الا اتفاق يحمي مصالح الاتحاد الاوروبي ومبادئه في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان سباق التسلح في العالم بدأ بالفعل بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ مؤكدا ان بلاده لن تنساق وراء هذا السباق واضاف ان روسيا اضطرت لصنع انواع جديدة من الاسلحة للرد على التهديدات التي ظهرت بعد انهياري للتحاد السوفيتي قال رفايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان احياء الاتفاق النووي الايراني في عهد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب ابرامة اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع تهران عما قامت به من انتهاكات لبنوده من جانبه اعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن ثقته بان الادارة الامريكية الجديدة برياسة بايدن ستعود الى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بثت مجموعة بوكو حرام الارهابية فيديو اظهر عشرات الشباب يقول احدهم انهم ضمن مئات التلاميذ الذين اختطفوا يوم الجمعة الماضية من كانكرا في شمال غرب نيجيريا واكدت بوكو حرام من خلل لهذا الفتى انها تحتجز خمسمائة وعشرين تلميزا وان بعضهم قتل وقد خطفوا مسلحون مئات القصر مساء الجمعة في هذه المنطقة النيجيرية لحساب مجموعة بوكو حرام اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي الحالي نعم صار وقد استعرض مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة ضوابط القبول بالكلية والاعداد المتقدمة اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والمؤهلات الجامعية وخريج الحقوق للعام الدراسي الفين وعشرين الفين واحد وعشرين وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر اكاديمية الشرطة تم استعرض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والاعداد المتقدمة بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسي عشرين واحد وعشرين خمسة وخمسين الف متين ستة وعشرين طالب تأسماتهم على النحو التالي حصلون على السنوية العامة او ما يعادلها تسعة وتلاتين الف سبعمية سبعة وستين المؤهلات الجامعية خمس تلاف ربعمية اتنين وتلاتين خريجي كليات الحقوق عشر تلاف سبعة وعشرين بالنسبة لتأسمات المجموع بلغ عدد طلب الحاصلين على نسبة تسعين في المية لمية وتمانية في المية سبعة تلاف خمسة وتلاتين طالب بلغ عدد الطلب الحاصلين على نسبة تسعين في المية تلاتين 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 في المية تل طلبة الحاصلين على ديسانس الحقوق البالغ عددهم 10.027 بالغ عدد المتقدمين في التأديرات تأدير امتياز مرتبة الشرف 29 طالب امتياز 11 طالب 91 جيد جدا مرتبة الشرف 694 جيد جدا 4196 جيد 5006 مقبول وقد خضع المتقدمون لاختبارات تكفل تحقيق الشروط اللازمة لتولي المهام الشراطية مع الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في اجراء الاختبارات ورصد نتائجها حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع الدرجات ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري خلال المؤتمر تم التأكيد على أهمية أن يقوم الطالب بإعداد نفسه بدنيا قبل الالتحاق بالكلية ما يزيد من فرص نجاحه بالنسبة لي اختبار رياضي تقدم لي 14868 واكتاز 14142 وهذا الاختبار يؤكد على أهمية أن يكون الطالب مؤهل بدنيا لتلقي التدريبات العملية المختلفة بالكلية ويتطلب ذلك إعدادا بدنيا مستمرا قبل التقدم بالالتحاق بالكلية وقت كافي حيث أن الفترة الزمنية ما بين إعلان نتيجة التسنوية العامة والتقدم للكلية لا تكفي للوصول المستوى البدني والمهاري المطلوب وعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تقليل فرص النجاح في الاختبار وبلغ عدد المتقدمين لكشف الهيئة 14570 متقدما تم اختيار 2806 منهم يمثلون جميع الفئات والشرائح والمناطق الجغرافية العدد المتقدم لكشف الهيئة يمثلون جميع محافظات الجمهورية المنطقة المركزية 1750 الواجه البحري 6028 الواجه الإبلي 2019 منطقة القناة وسينة 378 وقد أصفرت نتيجة القبول على أن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع والمناطق الجغرافية وعلى هامش المؤتمر الصحفي تم عرض فيلم تسجيلي يوضح تدريبات طلبة كليات الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانات بشرية وتكنولوجية تؤاهلها لإعداد رجل شرطة عصري قادر على آداء مهامه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم استعراض المحددات والضوابط التي على أساسها تم اختيار الملتحقين بكلية الشرطة لهذا العام والتي يأتي في مقدمتها التفوق الدراسي والبدني ومراعاة التوزيع الجغرافي من مقر أكاديمية الشرطة عبدالبركات التلفزيون المصري نبدأ الجولة الصحفية من موقع الأهرام الإلكتروني في اختيار العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021 أما موقع بوابة أخبار اليوم الرئيسية وزيرة تضام تطلق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات تحت شعار فرحتها فرحتهم فرحتنا بمحافظة الجيزة موقع الوطن الإلكترونية التنمية المحلية من حق صاحب الشقة تقديم طلب تصرف حالة تراخي المالك عن السير في الإجراءات لافتة إلى أن هذا لا يعفي صاحب المخالفة من المسؤولية فمن حق السكان الإبلاغ عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها الوفد وزيرة الداخلية اعتمل نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة أخيرا الجمهورية البحوث الإسلامية 420 ألف فتوى مباشرة و124 ألف إلكترونية للتيسير على النس أهلا بحضراتكم من جديد يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن يسود تقص معتدر على شمال البلاد حتى القاهرة ويكون مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء كما تقل رؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة على بعض المناطق وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية اشتركوا في القناة نهاية أحداث 24 ساعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى لقاء شكرا لكم